تحدثنا الحياة في أهم أخبار مصر عن موضوع الموقع اللي هو بيبيعوا عليه حاجاته على الانترنت اللي اسمه أول أكس وأنه للأسف الشديد كان فيه وقعة قتل مهندس علشان خاطر كانوا يعني وتم القبض على المتهمين اللي هم حاولوا يعني يستقطبوا المنطقة يعني ما فيهاش حد في منطقة شيرتون ولما يعني كانوا هيخدوا منه الفلوس من غير ما يدولوا جهاز الكمبيوتر اللي كان بـ 25 ألف وهو قوم راحوا أتلوا وده اسمه كان اسمه الشاب محمد عبدالعزيز في كلية هندسة في وقعة تانية حصلت في أقل من أسبوع بعد أقل من أسبوع إسلام تانية مدني مع هده هندسة التكنولوجيا للطيران كان عاوز عدسة للكاميرا بتاعته وشاف الإعلان على OLX وبعت مسج لصحاب الإعلان المهم إنه إحنا قلنا يا جماعة خلوا بالكم ولما تروحوا تقابلوا حد تقابلوا في مكان يكون يعني حيوي بالفعل قال لك إنه هو كان طالع من الشغل وإنه هو راح على موقف العاشر من رمضان يعني المقابلة هي في مكان راح قال له لا لا أنا للحدثة معلش مش معايا العدسة في البيت هنوصل بس البيت ونجيب العدسة ونعن على أي قهوة نشرب حاجة المهم فقال لك ركبنا من موقف العاشر من رمضان في نص الطريق اتنين قالوا الاستواء على جنب ونزله قال لي تعالى هتنزل هنا هننزل هنا احنا قربنا نزل معاه وبص لقى إنه بص لقى إنه فضلوا ماشيين شوية ولغاية ما لقى بص لقى إنه في حد دربه بشومة على دماغها من وراء وكان الحقيقة بيقول إنه هو زي ما انتوا شايفين الصور تعرض لضرب وإنه هما فضل يقاوم وللأسف أخدوا الشانطة اللي في إيده اللي كان فيها الفلوس وطبعا ما فيش عدسة ولا حاجة وحاول يجري وراهم وهو كان بينزف وتعب والغاية ما بيقول راجل ابن حلال وصلوا اسم أول العاشر طبعا يا جماعة بنأكد تاني خلوا بالكم من المواضيع دي ما تروحوش مش جاي بالحاجة في مكان عام في مكان حيوي ما كان يكون فيه كاميرات من فضلكم ما تروحوش مع أي حد من فضلكم طبعا يعني الموضوع ده موضوع كده بدأ يتقرر وربنا يكون يعني مع الناس كلها الحاجة اللي برضو اللي حصلت للأسف الشديد الطالبة المصرية مريم اللي تم الاعتداء عليها من قبل شوية شباب من الجانج في بريطانيا توفت توفت الطالبة المصرية مريم بالأمس وهي ضحية السحل والضرب في بريطانيا توفت الأربعاء الحاب التحديد وسائل علام مصرية الخبر 12 الأربعاء فعلا الصبح بأن هي توفت يوم الأربع لفزت أنفاسها الأخيرة بعد إصابتها بنزيف في المخ والرقة طبعا فاكرين الواقع والدتها لما تحدست وأنه كان فيه إهمال حتى من المستشفى وأنه المجموعة الشباب والبنات اللي كانوا ببشرة سمراء زي ما والدتها حكت وأنهم كلهم أقل من 20 سنة واعتدوا عليها بالضرب وبعدين راحوا وراها لما نزلت من الأوتوبيس راحوا وراها وضربوها ولما راحت المستشفى المستشفى الحقيقة ما عملتش اللازم وخرجوها والبنت حلتها تضعفت تاني وتدخلت السفارة المصرية وكان للأسف الشديد نتيجة المضعفات اللي حصلت لها في عدم الاعتناء بيها من الأول كانت قدت أن هي للأسف توفت بن عزي طبعا أسرتها السيدة نسرين وبن عزي والد مريم وكل أحبائها وبالتأكيد طبعا أنه برضو هناك مطالبات بمحاسبة اللي تسببوا في وفاة وأنهم يعتبروا ضرب يعني أفضل إلى القط ولكن فيه قانون غريب في بريطانيا أنه ما بيحسبش اللي هم أقل من 20 سنة طبعا فيه مطالبات بتغيير هذا القانون وأنه يجب أن يحسبوا وفيه تدخل من استفارة المصرية حول هذا الموضوع المستشار أحمد حمزة محامي مريم قال أنها أجرت أكتر من 13 عملية خلال 15 يوم حالتها كانت في تدهور مستمر حتى وفاتها المنية وأوضح أن المستشفى لم تبلغ الشرطة عن موجود اعتداء وبعد خمس ساعات من دخولها المستشفى قبلغ والدتها أن حالتها جيدة وخرجت وبعدين بعد كده تبين أن فيه جلطة في المخ وطبعا ده قالك تهريج وأهمال وقالك الواحد حاسس أنه رخيص خارج بلده وأنه المفترض أنه طبعا هيكون زي ما بقول لكم في مطالبات بمحاكمة البنات والولاد اللي اعتادوا عليها وأنه كان اتقال أنه فيه اهتمام من بريطانيا أنه هم عارفينهم وهيتم القبض عليهم إن شاء الله محاكمتهم ربنا يسهل رغم أن القانون هناك ما بيحاكمش لقل من 20 سنة هنشوف الدنيا هتبقى شكلها إيه في مصر تم إخلاق سبيل الصحفية ميل صباغ والمثور أحمد مصطفى بدمان مالي فاكرين طبعا الصحفية اللي كانت بتصور المترو والدنيا برضو كان عليها كلام كبير وأنه يعني كانت هناك مطالبات بالإفراج عنها لأنها كانت ببتعمل شوية حاجة وأنه كان فيه اتهمات وجهت إليها بدون داعي المهم أنه هو اخلاق سبيلها بكفالة ألفين جنيه المصور أحمد مصطفى بكفالة ألف جنيه وكان تم اتهمهم بالانتباء لجماعة الإخوان اللي هي أسست بخلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة موضوع التابوت الأسري اللي احنا عرضنا على حضراتكم وعرضنا الفيديو اللي هو وصل في كنبة من تحت للكويت وبالفعل التحقيقات الأولية أثبتت أن فيه تورط لأمين شرطة في المطار النيابة العامة أخلت سبيل صاحب شركة الشحن بعد اعتباره شاهدا في القضية وأخلت سبيل الموظف بالشركة وأنه الشحنة دي الكنبة دي كانت إجراءات الشحن باسم إلهام علي مرسي تقدمت بطلب شحن الكنبة لظروفها الصحية قبل الوقع بيومين وأنه فيه تورط لأمين شرطة هو اللي سهل خروج التابوت من قرية البضاء وأعتقد التحقيقات مستمرة وأيضا محاولات معرفة هل هو أثري أم غير أثري وزي ما قلت لكم الموضوع هنا أنه كيف تم خروج هذا التابوت وأنه هذا الشخص أمين الشرطة المتورط يجب يعني عقابه وعقاب طبعا يعني المسؤولين وأنه بالتأكيد دي مش أول ولا آخر حاجة تخرج للأسف الشديد الفترة اللي فتت كان فيه فعليات مهمة للرئيس السيسي طبعا كان زار وزارة الداخلية وكان فيه برضو الالتقى بالسيدتين مواطنتين مصريتين قامت بالتبرع لحساب تنمية سيناء بصندوق تحيا مصر مقابلة كانت رائعة جدا والحقيقة يعني نشوف منها مشاهد أنه قد إيه يعني فيه محبة وتقدير محبة من السيدتين للرئيس السيسي وتقدير من الرئيس لما فعلته هاتين السيدتين حمل جبر والله إبتحوزنا في الجبر والله إبتحوزنا في الجبر كل الجميع بتبقى حينا ربنا محفظ وبنقول ربنا معاك والشعب وراك ربنا سبحانه وتعالى يا رب يكون معنا دايما اللهم أمين يا رب رب يحفظك ورابنا يحميك ويحمي مصر ويحمي جيش مصر مشانا أقولكم دايما أتكلم أنا أتكلم عن الست المصرية اللي هاتف تستغل طب أنا يعني ساعد بيجي لي تعليقات كل مش عايز أقولك طبع من خمسة وتسعين في النية التعليقات الست المصرية خمسة وتسعين دع بيسبوك أقول أكثر من خمسة وتسعين كما شهد الرئيس السي سي الاحتفال أو الندوة التسقفية السبعة والعشرين للقوات المسلحة بمركز المنارة تحت عنوان يوم الشهيد وحضور عدد من المسؤولين وكبر رجال الدولة وشخصيات عامة كرمها الرئيس عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية هذه الندوة وما تم عرضه فيها بكل المقاييس أدمت قلوب أو المصريين جميعا تأثروا جدا بالقصص وقصص كيف مات شهداءنا شهداء مصر شهداء الجيش الوطنيين في العملية العسكرية سيناء 2018 مشاهد كثيرة جدا كانت مؤثرة جدا من البطولات والأمجاد للشهداء والذكريات لا تنسى تحدث المقدم محمود علي هلال أحد أبطال القوات المسلحة عن عملية تحرير جثمان المقدم شهيد بطل شريف عمر أثناء إحدى المدهمات برفح بعد محاولة يائسة من العناصر الإرهابية لاستيلاء على جثمان الشهيد إلا أن بسالة الأبطال واسمدهم لم تمكنهم من ذلك وكما تم القضاء على الكافة العناصر التكفيرية تحدث والدة الشهيد البطل العقيد محمد سمير إدريس وزوجة الشهيد البطل المقدم أحمد محمود شعبان والدة الشهيد البطل الملازم أول أحمد خالد زهران عن بعض المواقف التي لا تنسى في حيات هؤلاء الأبطال أيضا الرئيس قام بمصافحة أسيد عسمة أحمد إبراهيم حمودة والدة أحد شهداء معركة السويس والتي تبلغ من العمر بقت عام أيضا كان الحقيقة والصور موجودة ما عمش معنا منها ولا لأ أنه الرئيس حضن أولاد الشهداء وكان فيه ملحمة حب وأيضا الرئيس قرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وكمان كان قرم الأم المثالية والأب المثالي وكان فيه تغطية الحياة للعديد من هذه الفعليات في الصحف الرئيس السيستي يكرم عدد من أسر الشهداء والمصابين وأبطال زيناء 2018 الأبطال قدموا تضحيات غالية للسقر لزملائهم خلال العمليات ضد الإرهاب أيضا الرئيس قال في هذه الفعالية نحارب الخوارج ومستعد ألبس الأفارول السيسي بيقول لن يجرؤ أحد على المساس بالمصريين وأبناء الشهداء في أعنقنا الصور وهم لبسين لبس الجيش مع أولاد الشهداء والرئيس يشهد النادوة التثقفية لقوات الرئيس مستعد ألبس أفارول وأقاتل مع الأبطال وسور احتضانه لأطفال الشهداء وأيضا اليوم السابع تحدث عن الوفد ملحة موطنية في يوم الشهيد السيسي ينموت كلنا ينعيش كلنا أقسم بالله لو سقطت مصر رضاعت الأمة كلها أبطالنا يوصلون القتال دفاعا عن مائة مليون مصري لن يجرؤ أحد على المساس بمصر مدام الجيش والشرطة بخير الشهداء قدموا حياتهم من أجل أن نعيش وأبنائهم في رقابتنا كمان زي ما شفتوا طبعا كل المنشطات الرئيسية في الجرائد كلها بتتحدث عن المنشطات المهمة جدا في فعليات الندوة التسقفية للقوات المسلحة تكريم الأمهات وآباء الشهداء هنعرض على حضراتكم أن فعلا المشهد دائب كالجميع مشهد مؤثر جدا والدة الشهيد شريف محمد عمر تحتضن قائد الكتيبة لتحدث كيف أنه كان بطل وإزاي أنه اكتشف كان مستودع سخيرة وإزاي أنه ضحى بحياته في سبيل حياة الكثيرين من الكتيبة مشهد مؤثر جدا 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 الشهيد هو صاحب الفضل والمن احنا عملنا كده لأن احنا تعلمنا في القوات المسلحة اللي نترك خلفنا أبدا شهيد أو مصاب القوات المسلحة اللي علمتنا عند التكليف بأحد المهام قدامنا خيارين اتنين بس ما لهمش تالت إما النصر بشرف أو الاستشهاد ببطولة وأي أوام رفن أترك يا صدور الزروحك عيشة بيا لا قبلت ولا أقبل في دمك عمر دي صمت الأمانة شاهد لوطك والبلاد قدت رسالت كنت قبل مسهولية كتب اسمك حي في الجنة وشهيد مليون تحية يلا وفرا أو سلا يوم الشهادة بالسنة وفي الأرض عيد إيه أحلى من خصن اللعاء ونسكي الخبام دمك تنسكي يا فحدي مبروك على الشهادة كفنك بك والأبرون والبيادة وعالم بلاد لم يكن هذا المشهد والمشهد الوحيد المؤثر في هذه الفعالية ولكن هناك مشاهد كثيرة لدي كل وقت معلش مش نقدر نعرض كل شيء ولكن الصور كمان تحدثت بشكل صارخ عن مشاعر هذا الرئيس رئيس عبدالفتاح السيسي مشاعر الأبوة مشاعر احتضان الأطفال توعد أو وعده بأنه أطفال الشهداء في رقبتنا كيقصد بها رقبت الحكومة والشعب المصري كله وأنه فعلا يعني مشاهد جميلة جدا الرئيس كان برضو قال لهم أن احنا هنصلي برضو صلاة العيد إن شاء الله مع أسر الأبطال تحياتنا للرئيس السيسي وتحياتنا لكل الأبطال الشهداء وعزقنا لكل أسرهم ونعتقد أنه يعني هم فخرون جدا بأنهم قدموا شهداء للوطن الرئيس آخر حاجة يمكن هنتكلم عنها في هذا الموضوع أنتوا عارفين أنه طبعا إحنا مشاركين إن شاء الله في كأس العالم 2018 وفيه كده تقليد بيتعمل لأن الكاس بيلف على الدول حتى في بعض الدول زي السودان اللي مش فريقهم مش مشارك في الكاس ولكن الكاس عد عليهم الكاس اليومين اللي فيتوا دول وصل مصر واستقبلت القاعة الرئيسية لمركز المنارة المؤتمرات الدولية كأس العالم وسط حفاوة شديدة وساعدة بلغة من حاضرين متمنينة للمنتقب الوطني تحقيق المزيد من الإنجازات خلال البطولة بعد غياب 28 عام في ختم الندوة قام الرئيس يرافقه ممثلي الفيفا المرافقين للكأس خلال رحلته بالتقاط صور تسكارية مع كأس العالم الرئيس يحمل كأس العالم وسط نجوم منتخب الفراعنة ورئيس السيسي قال إذا اجتمع المصريون بحبهم للكأس هيجي وما فيش حاجة بعيدة على ربنا فيش حاجة فعلا بعيدة على ربنا وزي ما قلت لحضراتكم إنه في جولة بيقوم بها أعضاء من الفيفا بالكأس على دول وفي منها اختيار لدول حتى مش مشاركة في المباريات ربنا يسهل ويكون المشهد ده يتكرر مرة أخرى بأن مصر تحصل على كأس العالم برضو في ذكرى مهمة إنه 16 مارس رفع العالم على طابة عام 1989 16 مارس 1989 كان استرداد طابة أو رفع العالم المصري على طابة